أما في الجوف فقد بدأت إدارة مرور المنطقة استعدادها بالتزامن مع فترة السماح بالتنقل من السادسة صباحا و حتى الثالثة طهرا بالتواجد الميداني المكثف لمتابعة الحركة المرورية التحق بنا ميدانيا مراسل الإخبارية بالجوف عبد الرحمن الإبراهيم حيك الله عبد الرحمن أرصد لنا مشاهداتك عن الحركة المرورية مع أول ساعات تطبيق السماح بالتجول لديك صباح الخير عليك و على المشاهد الكريم و نبارك للوطن العظيم تجاوز هذه المرحلة و نؤكد على الجميع أيضا الوعي العالي واستمرار أخذ الحيطة و الحذر بالتوجيهات الصحية اللازمة للوقاية من جائحة كورونا مرور منطقة الجوف عبر التواصل المباشر معهم بدأوا فعليا بوضع وتفعيل خطة أمنية ميدانية لمتابعة الحركة المرورية مع بداية ساعات ما بعد منع التجول من الساجس صباحا و حتى الثالث عصرا مرور منطقة الجوف بدأ بالتمركز ميدانيا في الميادين الرئيسية و على الطرق التي من المتوقع أن تشهد كثافة عالية أيضا قرب المراكز التجارية و المحال التجارية التي من المتوقع أن تشهد كثافة عالية و نشاهد أو رصدنا اليوم صباح اليوم بداية حركة مرورية متوسطة مع بدايات هذا النهار و أيضا أود أن أشير إلى أن مطار الجوف أكمل جاهزيته لاستقبال الرحلات بداية من يوم الأحد المقبل و بدء الرحلات من و إلى منطقة الجوف في المطار الواقع بمدينة اسكاكا هذا بشكل مختصر إيجاز عن بداية الساعات الأولى لفترة السماح و نتمنى للجميع دوما السلامة و الوقاية دائما من خلال ما أشاهده الآن خلفك عبد الرحمن يعني الحركة المرورية جدا قليلة هل تتوقع الساعات القليلة القادمة سيكون هناك حراك و حركة مرورية خصوصا في المكان الذي أنت في الآن دعني أرصد لك الحركة ميدانيا نحن قرب ميدان الطيف في وسط مدينة اسكاكا و كما تشاهد و المشاهد الكريم الحركة المرورية متوسطة تقريبا و ربما تكون هذه الحركة يعني خلال ساعات الصباح الأولى ربما نشهد في الساعات القادمة زيادة في الحركة الميدانية و أيضا نراهن و يراهن الجميع على وعي المجتمع في البقاء دوما في المنزل باستثناء يعني الخروج إلى الحالة الطارئة و الالتزام دوما و أبدا بالإجراءات الصحية المتبعة للوقاية من جائحة كورونا و مجددا نتمنى طبعا السلامة للجميع عبد الرحمن أكثر الأماكن التي سيرتادها سكان الجوف تتوقع المولات سواق التجزئة كمحلات البيع المواد الغذائية أم ماذا؟ أبرز الأماكن التي ستكتظ مع ساعات الصباح الأولى شهدنا تواجد بعض المتنزلين في الحدائق العامة و هو ما يواكب اعتدال الأجواء خاصة في هذه الأيام و ربما مع مرور بعض ساعات النهار ستشتد الحرارة و تفقد هذه المنتزهات مرتديها المولات المجمعات التجارية و الأسواق التجارية كالعادة لم تشهد كثافة عالية و لن تشهد كثافة عالية خاصة مع نهاية موسم رمضان المبارك و موسم العيد و ربما يرتادها القليل من المتسوقين خلال هذه الفترة فيما تعلق بالتعقيم و التطهير و التنظيف في المولات أيضا في الجوامع و المساجد و المصليات كيف ترصد لنا هذه الجزئية جزئية التعقيم خصوصا الثامن من هذا الشهر شوال سوف يعني تعود الجمعة و الجماعة للمساجد فعليا بدأت جوامع منطقة تجوف المساجد بتهيئة مواقع الصلاة و وضع الإجراءات الاحترازية و أيضا بعض الجوامع لجأت إلى تكثيف الملسقات أو المنشورات الخاصة بتعليمات الصلاة المنشورة أو الموجه بها من وزارة الشؤون الإسلامية و كل هذه الإجراءات تتم خلال الأيام بداية من أمس يعني فعليا وصولا إلى بدء إقامة الصلاة في المساجد حرصا على وقاية و سلامة الجميع أنا أشكرك جزيلا شكر مراسل الإخبارية في الجوف عبد الرحمن الإبراهيم أن كنت معنا في هذه النشرة مزيد من الظهور إن شاء الله و المعلومات حول الجوف من خلالك في النشرات اللاحقة بإذن الله شكرا عبد الرحمن